أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينك ودائما نبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين نبدأ عدد اليوم بفيديو حظية بتفاعل واسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على ألاف إعجاب أو على إعجاب الألاف من المستخدمين لطفل صغير يعبر عن حبه لأحد أفراد عائلته بشارة في مشهد جميل خطف قلوب المتابعين وهناك من قال أنها أمه وآخر قال أخته وظهرت طبعا الأم أو الأخت في المقطع وهي ربط حذاء الطفل أثناء توصيله للمدرسة وبعدما انتهت من ربط الحذاء أسرع الطفل على شجرة بجانب الطريق وخطف منها ورد ليعود ويجس على الأرض ويقدم لها الزهرة تعبيرا عن حبه وتقديره لها في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شاهدين الكرام التعليقات جاءت كتالي وليد كتب لقطة بريئة وجميلة من البراءة تستحق كل الاحترام والتقدير تعليق أخر من عبد النور الذي كتب لقطة بألف معنا من براءة تعلمنا أن فترة الأخوة نعمة من عند الله اللهم لا تحرمنا من حنان إخوتنا أسمى كتبت هكذا نريد أن نرى شوارعنا وأطفالنا نعمة تربية مشاهدين الكرام ننتقل بكم الآن إلى موضوع آخر والهاشتاغ الثاني طبعا بعد مسيرة احترافية دامت 22 عاما أطولها في باير ميونيخ استسلم بلال فرانك ريبيري لإصابة في الركبة وأعلن اعتزاله بعد مشوار حافل بالإنجازات والألقاب الفردية والجمعية ونشر لعب المنتخب الفرنسي السابق ريبيري فيديو وداعي وبعض اللقطات في مسيرته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا الكرة تتوقف لكن المشاعر بداخلي لا تتوقف شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة شاهدين الكرام طبعا وعلق نادي باير ميونيخ على الخبر بتغريدة أخرج فيها أحد أعظم اللاعبين في تاريخنا يعلن اعتزال كرة القدم شكرا لك على كل شيء طبعا وبعد إعلان اعتزاله رسميا نشر النجم الجزائري رياد محرز عبر حسابه الرسمي على تويتر صورتين لهو هو يرتدي ويحمل قميس تريبيري في أيام طفولته في فترة ما بين الفين وخمسة الفين وسبعة حينها كان قائد الخضر بعمر 14 سنة أو 14 سنة وكان ينتمي إلى أحد أنهودي الفرنسية الصغيرة معبرا بطريقة الخاصة عن توضيعه لللاعب الفرنسي متمنيا له حياة سعيدة طبعا مشاهدين وأشد محرز في تغريدة له أيضا يعلق على أنه طبعا مشاهدين علق فيها وتمنى له التوفيق في حياته أو في الشطر التاني من حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر طبعا مشاهدين الكرام التعليقات بخصوص الاعتزال مراد كتب لاعب مبدع ومحترم وصحب مواقف وإنجازات تعليق وآخر تعليق كتب ملك على عرش كرة القدم بلال حض موفق وممكن يكون مدرب كبير لأنه تاريخ كرة القدم مشاهدين الكرام والآن نختم عدد اليوم بهذه السؤال التي صنعت الحدث على مواقع التواصل الإشتماعي لأمير بالليلي ابن اللاعب الدولي يوسف بالليلي بعد لقاء جاكسيو وباريسان جيرمان رفقة اللاعب مبابي وميسي بعد الانتهاء من المباراة وبهذه السور وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينك شكرا لكم